نروح لللي أنا كنت أتكلم فيه وهو أن مصر كذبت هو حارس كبير قبل البطولة لكن اتطمنت وطمن مصر أن مصر عندها حارس كبير زي محمد أبو جبل بص إسلام يعني أنا مقتنع من أيام ما كان في سموح بإمكانيات محمد أبو جبل أن حارس مر موهوب خشي بقى لما جيد زمالك بقى وشفته في مطشات كتيرة وبيصد الكوار صعبة جدا لا حارس متميز فأنا بقول دلوقتي طب ليه البعض بيحاول يهد في أبو جبل بعد البطولة لا بيهد في اتنين وفيه مدربه كمان يعني في أبو جبل وفيه مدربه والمصرحة مين يجدعان الناس اللي بتهد دي اللي بتسلموا تسليم أهالي عشان يتوقف من الكاف يا رجالة إحنا دلوقتي محمد أبو جبل ومحمد الشناوي اللي اتنين سمنا على عسل إنتوا عايزين تبغاظوا العلاقة ليه؟ ما إحنا عارفين ومتأكدين إن الشناوي لما هيرجع هيلعب ودي مش هتفرق مع أبو جبل ولا هتفرق مع الشناوي إحنا عارفين ومتأكدين أول ما يخلص إصابته والشناوي هيجي وده طبيعي واخد ذلك لأن الراجل عنده دلوقتي حريصين على أعلى مستوى وأي حد يلعب مش هتفرق يعني أبو جبل أزبت واخد بالك في البطولة إن هو بتاع مطشط صعبة ورجل المهم الصعبة معه كمان الشناوي فده خير وبركة بص فادي مخرجنا جايب لك صورة عبقرية ما أنا بقول لك شوف الحب بقى ما فيش نفسنة خلي بالك كان قبل كده في نفسنة مش مش الجيل ده في الأجيال القبل كده ياخدك بالحضن وهو عايز يحط خنجر في ظهرك واخد ذلك لأ بص النقاء والصفاء وعشان كده أنت موصلتش للنهائي إلا بصفاء اللعيبة مع بعض ويتحسب لمدربهم عصام الحضري ما أنا بقول لك عصام الحضري أنا عايز أعرف هو بيتاجم ليه يعني مثلا فيه ناس على موضوع اللي هو على إزاست المياه بيكتب ما هو ده شغل من شغله ما أنا بذكر اللعيب بدل ما هو بيشرب المياه يبص يشوف عشان يفتكر لأن انت وانت في الملعب بتنسى فانت لازم يبقى فيه دايما حد بيفكره وهو عصام مش هيوقف بره ويفضل يعني دي يقول له خلي بالك أصلي ما نيه هيشوتها النحيا دي أو فلان هيشوتها النحيا دي الجو اللي هو بتاع من زمان ده تلقى يعني ما خلاص بقى ما انت بفيش حد ولا حتى لو هو ندع على مجابل هيركز معه أنا ما انت بعد كل ضربة بتاخد إزاست المياه وبتروح وبالما التاني شوت بتاع الفريق التاني بتبص تشوف مين اللي داخل هيشوت وبيركز وزويوته فين ده برضو حاجة تحسب حاجة تحسب حاجة تحسب للمدير الفني والله يا اسلام خلي بالك انا وانا مسلا مدرب انا اقول لك على نفس اي حد مسلا بيكلمك انت متفقاش مركز معاه طبعا وانت لما بتيجي تنادي على لعب وتديله تعليمات برضو مش مركز معاك خلي بالك من كتر الجاري والسخونية وان هو مركز في المباراة ما بيعرفش طيب برضو رسالة رضا عبدالعال للناس اللي بتحاول تهد في النجم الكبير الكابتن محمد ابو جبل قبل مباراتين مهمتين اه لمصر في كاس العالي دول ما بيحبوش مصر قبل الموحدة دول ما بيحبوش مصر دول عايزين يعملوا فتنة بين محمد الشناوي وابو جبل واعصام الحضر يبقى دول بيحبوا مصر لان انا لو بيحبوا مصر وشايف الروح دي اللي بين التلاتة او بين الخامسة كمان صبحي ومحمد جد واخد بالك ده انا كده بقى عبقاري ان انا بخلي خامسة انا عندي كمان نحوال راس جاية للمستقبل لما تشوف التعامل مع ابو جبل واشناو الناس دي هتبقى في حتة تانية بجد فانتوا ليه 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 هل في ناس مستكترا على الحضر ايوة مستكترا على الحضر مع احترامي بقى القول يعني رغم تاريخ الحضر يعني الحضر في النهاية هو افضل حرس في تاريخ مصر ومن افضل الحراس في تاريخ افريقيا صح لا 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 صح فلما انا بالوقت ادرب محمد الشناوي وادرب ابو جبل وصبحي وجاد لما انا اقول لهم حاجة حتى لو غلط ده الحضر ده قيمة الحضر احسن جون جيب في تاريخ مصر كاداء كبطولات كانجازات كلعب كموهبة كايز بقى مش هيتكرر هو يعني زي ما بدك هو من الاساطين ولو هو ممسكش دلوقت منتخب مصر مين يمسك منتخب مصر ده دي الحاجة الوحيدة اللي هي مفرحانة ويمكن قلنا هنا في البرنامج يوم ما اعلن ان الحضر وفي ناس يقول لك اصل خبرة اصل ما اعرفش الابرة اصل ما اعرفش اللي هو مش عارف ايه ده الحضري ده انت جبت فان باستن اول ما بطل من غير دراسات ولا بتاعه ميسك منتخب هولندا من غير اللي كان عمل لدراسات ولا اعداد تدريبية ولا ورش تدريبية ولا الكلام ده جابوه من من منطلبناها وخبرات والبطولات والتاريخ بص الدراسات دي كلها اوانت اسمع كلام مكتوب وربنا يا اسلام لو قعدت تقرى فيها كلام غير الواقع يعني انت دلوقتي كمدرب حراس مربع يقول لك ايه اعمل معرفش ايه واعمل ايه واعمل ايه ده هنا انما على ارض الواقع لأ انت بتعمله اهم حاجة لحرس المربع بس الدراسة بتبقى مهمة بس من الناس من الناس بره مش من الناس هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا